الخطوط الملكية المغربية في ساحل العاج عندها حاليا 12 رحلة ما بين آبيدجان والدار البيضاء و 14 رحلة أسبوعيا في الصيف في شهر 6 و شهر 7 كان قريبا أكثر من 115 الآلف زبون سنويا الزبناء هو السياح الإيواريين في المغرب و قمنا بتدار البيضاء قطب للشوبيين الإيواريين في أوروبا خصوم الفيزا 8 أو 9 سويا كان قصرحوا عليهم الدار البيضاء اللي يقلقوا فيها جميع كل ما يتوفر لهم بلا فيزا و بربعات الصوية للطيران فقط كان رجال الأعمال اللي يتلقلوا بكترى ما بين المغرب وساحل العاج وساحل العاج والمغرب الفضل كيرجع السياسة الملكية في إفريقيا والات إفريقيا وساحل العاج خاصة وهي قطب الشركة المغربية شركة الأبناء والتأمين والخدمات أخيرا المغرب هو قبل السياحة بين قوصين السياحة الطبية التي يذهبون للجميع في المغرب لكي يتحبون العلاج بها لأن كل ما هو هو في المغرب عندها واحدة سوارة يفسح حلقة هذه القرآن أيضة هي إفريقيا المنافسة المنافسة في ديفوار قوية وقوية جدا أكبر الشركات الأوروبية والشرق الأوسط تأتي إلى صحيح العاج وكيزيدوا الطيارات ديالهم سنة بعد سنة ولكن الخطوط الملكية المغربية حتى هي سنة بعد سنة كتزيد الرحالات ديالها باش نقاو في هذا السوق وبغيت نعطيه أحد المعلومة بأننا في الخطوط الملكية المغربية رهى أكثر من 40 سنة ونحن يفسح العاج بالضبط الخطوط الملكية المغربية يفسح العاج من 1976 النظرة التاريخية على عدد الرحالات بدنا في 1976 بين قوصين بنصف رحلة أسبوعيا يعني الطيارة كانت مقصومة بين سحي العاج أبيدجان وليبروفيل أصدقنا الطيارة خاصة لأبيدجان بعد الرحلات يوميا يعني سبعات الرحلات أسبوعيا والآن الحمد لله وصلنا لجوج رحلات يوميا ما بين أبيدجان وضربط المستقبل طبعا وهو الزيادة في المقاعد في الكراسي في الطيارات وفي الرحلات هذا هو الهدف دينا جدا 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 الخدمات التي نوفر الزبناء دينا في المغرب أو في ساحل العاج جيدة وجيدة جدا وإحنا متفائل جدا